السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي عامر إبراهيم ويسعدني أن أكون مع حضراتكم النهاردة في الساشن بتاعة استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية أولاً أنا متشكر جداً وفخور أن أنا موجود مع حضراتكم ويسعدني دايماً أن أكون مع النخبة من المعلمين المبدعين الحقيقة حضراتكم مثال جميل لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وللإبداع والمتتالي من حضراتكم فيعني يشرفني جداً أن أكون مع حضراتكم وشكر خاص جداً للأستاذ الفاضل الأستاذ محمود ناصف أنه حريص أنه يدعوني للقاءات دي ويشرفني جداً أن أكون موجود معكم فيها إن شاء الله أنا اسمي عامر إبراهيم وأنا مسؤول عن الحلول الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت أفريق هكلم حضراتكم النهاردة على النقطة دي هنتكلم عن نوبة تاريخية سريعة عن الذكاء الاصطناعي وبعدين هنتكلم بالذات على الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو نوع مهم جداً من نوع الذكاء الاصطناعي وهين هنتكلم عن إمكانياته هو ليه واخذ الزخم الكبير الموجود دلوقتي وكمان هنتكلم بقى على الاستخدامات بتاعته خصوصاً يعني في العملية التعليمية وحنعمل بعض التجارب العملية عشان حالكم تشوفوا الحاجات دي وهي أشاء الله الذكاء الاصطناعي الحقيقة مع أن ناس كتيرة بتفترض أو متوقع أن هو حاجة جديدة ووليد يعني سنتين ثلاثة اللي فاته إلا أنه هو الحقيقة كعلم موجود من نصف القرن الماضي تقريباً المبدأ بتاع الذكاء الاصطناعي ونحن نحاول نعمل أجهزة وبرامج تحاكي ذكاء الإنسان موجود للمبدأ دهوت من خمسينات القرن الماضي وعين تقدم بقى العلم جوال لحاجة اسمها machine learning أو تعلم الآلة بدون دخول في تفاصيل فنية يعني وبعد تتكلمنا على حاجة اسمها التعلم العميق أو deep learning كل دي تفارات حصلت في الذكاء الاصطناعي وزودت من إمكانياته أن يبقى فيه عندنا برامج وأجهزة قدرة على محاكاة ذكاء الإنسان واتخاذ قرارات بالنبع للإنسان وتكون هذه القرارات أو تعزيز اتخاذ القرار للإنسان وتكون هذه القرارات مبنية على أسس كويسة لغاية أنا ظهر بقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في أواخر 2021 وذكاء الاصطناعي التوليدي الحقيقة الثورة اللي هو عملها هو أنه بيقدر يعمل توليد أو generation عشان كما نسميه generative AI أو ذكاء الاصطناعي التوليدي توليد أو generation لكونتنت أو محتوى ما كانش موجود قبل كده وده بيتم عن طريق التدريب المصطلحات دي مهم أن نحن بقى أخذين بلنا منها التدريب أو نسميه الترينيج التدريب الموديلات دهات أو النماذج بتاعة الذكاء الاصطناعي التوليدي بتتدرب على كم ضخمة جدا من البيانات إحنا سمعنا أن تشات جي بي تي مثلا تدرب على كل المعلومات الموجودة على الإنترنت لغاية التاريخ معين وبعد ما التدريب دهات بيتم بيبقى النموذج ده قادر على ممارسة العديد من مهارات اللغوية وحنشوف إيه هي العديد من مهارات اللغوية دي مع بعض إن شاء الله قريبا جدا وبعدين بيقدر يستقدم المهارات دي في أن هو ينشئ محتوى جديد سواء كان نصي أو مرئي أو مسموع فلأول مرة في العالم في التاريخ من سنتين ثلاثة بالكتير بقى عندنا نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على إنشاء أو على جنيريشن لمحتوى جديد ما كانش موجود قبل كده ودي ثورة الحقيقة كبيرة ما كانش موجود قبل كده وحتلاقونا بنتكلم كتير قوي على كلمة برومت طول ما احنا شغالين في البرزنتيشن النهاردة البرومت أو هي التعليمات الطريقة اللي احنا بنطلب من النماذج دي أن هي تولد لنا أو تنشئ لنا محتوى جديد وحنشوف مع بعض في الديمو أن الطريقة اللي أنا بكتب بيها البرومت أو اللي أنا بقول بيها التعليمات بتفرق جدا في الطريقة أو في جودة المحتوى اللي بيطلع من هذه النماذج وعشان كده حضر لكم ممكن تكونوا سمعتوا مصطلح زي البرومت انجينيرينج أو هندسة التعليمات أبغل نظر عن ترجمة يعني اللي هي الطريقة اللي نقدر نكتب بيها التعليمات للنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي عشان تطلع لنا المحتوى المطلوب بالجودة المطلوبة والمواصفات المطلوبة لعل حضراتكم تكونوا عارفين اللوجو اللي فوق ده بتاعة شات جي بي تي شات جي بي تي ظهر في نوفمبر 2022 وعمل ثورة الحقيقة لأنه لأول مرة في التاريخ يبقى الذكاء الاصطناعي مع أن الذكاء الاصطناعي كهلم هو علم معقد جدا واللي بيعرفوه علما يعني هم ناس قليلين في العالم إلا أن أداة زي تشات جي بي تي وبعدها مايكروسوفت كوبايلوت وغيرها من الأدوات من بندورز مختلفين الأداة ده هي تعاملت ما يسمى بالديموكوراتيزيشن أو بي اي اي أو إحنا محب نقول الاي اي في هذا الجميع اللي هو أن الذكاء الاصطناعي بقى اكسيسبول بقى ناس كتيرة قادرة على استخدامه وعلى الوصول إليه من مجرد بس أن يكون عندي براوزر أو موبايل واصل على الإنترنت قادر استفيد من تكنولوجي يعني متقدمة جدا من غير ما أكون أنا متخصص ودي الحقيقة الثورة الكبيرة اللي حصلة أن مش لازم أكون متخصص في علم الذكاء الاصطناعي اللي هو المعقد جدا عشان أستفيد من إمكانيات طيب الذكاء الاصطناعي التوليدي بيقدر يعمل إيه بيقدر يعمل حاجات كتيرة الحقيقة بيعرف يفهم لغات متعددة ودي نقطة جوهرية في الموضوع أنه هو لما اتمرنت هذه النماذج على فهم اللغات اتمرنت على لغات متعددة فهو يقدر يفهم باللغة العربية ويعبر باللغة الفرنسية مثلا أو العكس أو أي انكالز اللغات حسب النموذج اللي موجود شاج بيتي بيعرف عشرات اللغات يقدر نفهمه نديله محتوى بلغة وهو يعمل عليه بعض الممارسات ويطلع محتوى بلغات تانية يقدر يعمل إعادة صياغة تعالوا نتخيل كده نحن عندنا مثلا بحث علمي موجه لمتخصصين مثلا في الفيزياء النووي وعايزين نعيد صياغة بعض المفاهيم الموجودة معقدة جدا أو متخصصة جدا في هذا البحث العلمي اللي موجود مثلا مكتوب باللغة الإيطالية عايزين نصيغها باللغة العربية بحيث أنها تناسب مثلا طلبة الإعدادية المرحلة الإعدادية فهو يقدر يعمل كده يقدر يفهم المعنى المعقد جدا أو متخصص جدا ويعيد صياغته ويترجمه كمان لو احنا عايزين يناسب فئة عمرية أو جمهور مستهدف مختلف يقدر يستخرج المفاهيم من النصوص ودي نقطة هنشوف الجدوى بتاعتها الكبيرة فيما يخص العملية التعليمية يستخرج المفاهيم من النصوص يعني مش ببس بيدور على الكلمات اللي موجودة جوه النص الكلمات الحرفية أو المعاني الحرفية الكلمات بيقدر يفهم هل النص ده هو بيقوله واحد وهو مبسوط وهو زعلان هل هو بيتكلم على حاجة في السياسة اللي يكلم على حاجة في الاقتصاد اللي يكلم على حاجة في الرياضة يقدر يفهم المفاهيم من النصوص بغض نظر عن الأسلوب المكتوب بالكلام وبغض نظر عن المفردات المكتوب بها الكلام ودي حاجة مهمة هنشوف مزيتها كمان شوية صغيرية ويقدر يلخص النصوص أحد الاستخدامات اللي تستخدم بكثرة يعني للتجاهل الصناعي التوليدي لانا أدي له نص هو ما شافهوش قبل كده خالص مكتوب بلغة ما هو يفهمها وقدر أقول له لو سمحت لخصه لي في مثلا عشر نقط أو في اتنين بارجراف أو أين كان الطريقة اللي أنا عايز لخص فقدر وحرارك تخيله بقى ممكن النص ده هوت ما يكونش نص مكتوب أصلا ممكن يكون مثلا محاضرة أو درس مسجل لمدة ساعة بيحول الدرس ده إلى نص ويلخص لي النص ده هوت اللي موجود فقدر أخذ ملخص المحاضرة أو ملخص الاجتماع أو ملخص أين كان الحاجة اللي فيها كلام بيتقال لفترة طويلة نقدر نوصل للملخص المفيد الحقيقي استخراج المعاني بدلا من الكلمات الحرفية من النصوص ده عاملة زي استخراج المفاهيم من النصوص برضو اللي هي أنا بدور على المعنى اللي متقالف الكلام بغض نظر عن الكلمات أو المفردات اللي استخدمها اللي كتب الكلام عشان يعبر عن المعنى فبالتالي المعاني المتشابهة حتى وإن كانت بكلمات مترادفة لكنها مش متطبقة بالحروف يعني نقدر يفهمها ويستخرج منها نقدر ننشئ بأنه محتوى إبداعي بقى زي قصص وأشعار ومسرحيات ومؤلفات كتيرة نقدر مثلا لو أنا عايز أكتب مثلا قصة أو مسرحية اللي طلبة في المرحلة التدائية عشان ألحث على فضيلة مثلا غسيل الأسنان قبل النوم مثلا فنقدر نقوله كده نحن عايزين يا نموذج ذكاء اصطناعي توليدي عايزين نعمل مسرحية يكون الأبطال بتوعها مثلا كائنات حقيقية أو كائنات وهمية اسمهم كذا وصفاتهم كذا وعايزين نعبر عن المفهوم ده فلو سمحت كتب لي السيناريو بتاع المسرحية نقدر نعمل حاجات زي كذلك طبعا بإنه بيقدر يعمل لغات يفهم لغات متعددة نقدر كمان نقليه ترجم لنا النصوص من وإلى واخد بالحراراتكم من كل الحاجات الموجودة دي وغيرها كتير نقدر نعملها مع بعض يعني نقدر نعمل ترجمة وفي نفس الوقت وهو بيعمل ترجمة يعمل إعادة صياغة وبعدين بعد ما يعمل إعادة الصياغة دي يقدر يستخرج منها المعاني أو يلخصها أو 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 فنقدر نعمل يعني خليط من هذه الوظائف اللي يقدر يعملها الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي فينا بيكتبوا بقى برامج يعني مبرمجين وبيعرفوا يكتبوا بلغات برمجة زي الجافا سكريبت زي البايثون دي السي والسي شارب والحاجات دي نقدر نستخدم العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي فإن هو نشرح له البرنامج اللي احنا عايزينه يعمل إيه وهو يكتب لنا البرنامج أو العكس نديله الكود بتاع البرنامج الصورس كود بتاع البرنامج ونقول له اشرح لي هو البرنامج ده بيشتغل إزاي وزي ما قلت في عندنا حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها مش بس الموجودين على الشاشة وتاني بكرر تاني ومعليش ما تذهبوش مني التعليمات أو البرومتس بتلعب دور جوهري في المخرجات أو المحتوى اللي بيبقى من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي على الشاشة دول هم بعض إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العموم لو بقى حبينا نفكر هو الكلام ده بيستخدم ازاي بقى في العملية التعليمية نقدر مثلا نديله المنهج ونقول له انشئ لي خطة تدرسية او انا عايز اللي سن بلان اللي انا هدرس بيها المنهج الدهوت او الشابتر ده لطلبة بمستوى معين او باحتياجات خاصة او 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 وقدر اعيد صياغة المحتوى التعليمي عشان يناسب الاحتياجات الشخصية لكل طالب احنا وحرطهم طبعا يعني اصد ستنا وعارفين كده كويس مفيش اتنين طلبة زي بعض مفيش اتنين طلبة بيفهموا بنفس الطريقة او بيحتاجوا الكلام يتكتب لهم بشكل متشابه كل واحد فينا ليه امكانياته وليه طريقته المفضلة في التعلم فنقدر نعيد صياغة المحتوى نفس المحتوى هو هو ونفس المعين اللي موجودة فيه هي بس بنعيد صياغته اللي فيه طلبة عايزين محتوى عبارة عن جمل قصيرة ومقدرش يركز اكتر من كده فيه عاد لا عايز الموضوع يكون مكتوب في براجراف كبير من اول والاخر عشان يفهمه وهكذا فنقدر نعمل ده دايما احنا عايزين نقدر ننشئ بنوك اسئلة يعني نقدر نديله مقررات ممكن نكونش حتى شافها قبل كده خالص ونقول له سمحت طلع لنا من المقرر او من الشابتر ده مثلا مئة سؤال كذا سؤال صح وغلط وكذا سؤال اكمل بالكلمة المناسبة وكذا سؤال اختيار متعدد وكذا سؤال حتى سؤال مقالي وتدرج في هذه الاسئلة من مستويات الصعوبة من كذا الى كذا الى كذا هو بيفهم المحتوى الموجود في الفقرة اللي حمدين هالو وينشئ لنا بنوك الاسئلة دي وطبعا نقدر نقول له وقول لنا كمان الاجابة الصحيحة عشان تساعدنا بعد كذا اقدر اقول له يقترح لي انشطة طلابية تناسب المرحلة العمرية المستهدفة والمادة العلمية انا مثلا عايز اعمل اخلي الطلبة يعملوا انشط طلابية نشاط طلابي عشان يفهموا مثلا التمثيل الضوئي او عشان يفهموا كواكب المجموعة الشمسية او عشان يفهموا الاحتباس الحراري ايان كان الجزء من المنهج اللي انا عايز اشرحه لهم وايان كان بقى فئاتهم العمرية المستهدفة نقدر نقول له يقترح علينا انشطة طلابية وهو يقدر يعمل لنا الحقيقة تصحيح الالكتروني بقى اللي هو ان انا اخد اعمل امتحانات الكترونية واعلمها اصححها الكترونيا فبالتالي اقدر اعمل تقييم للطلبة الكترونيا بتغير ما اكون محتمد على عناصر بشرية تعمل التقييم ده دي حاجة ثورية بتحصل في الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي كان اغلب الامتحانات الالكترونية كانت بتبقى اما اختيار متعدد اما صح وقطع وما عداها كان لابد ان الانسان هو اللي يعلم عشان اتفقنا لو فيه سؤال مقالي انا لازم بني ادم كان يقرأ المكتوب ويستخرج من هذا المكتوب المكهيم اللي الطالب يحاول يعبر عنها ويشوف هي بتغطي قد ايه من المطلوب يغطيه في الاجابة النموذجية واقول في الاخر بقى هو يستاهل من الدرجة النهائية 100% ولا 80% ولا 20% ولا 0% على حسب هو قال ايه المشكلة كانت في الاسئلة المقالية دي ان كل طالب بيكتب باسلوب فيه طلبة بتكتب باسلوب مقتضب وفيه طلبة بتكتب باسلوب مسهب وفيه طلبة بتتوه في الكلام ففكرة بقى ان انا يكون عندي وسيلة تفهم المحتوى والمضمون اللي هو الكلام بغض نظر عن طريق كتابته ده بيخلينا نقدر نعمل حاجات كتيرة ما كناش نعرف نعملها قبل كده وحنشوف ده في الامثلة العملية ان شاء الله كمان دقائق معدو ونقدر نقترح مواد إثرائية نخلي الموديلز تقترح مواد إثرائية تناسب الاحتياجات التعليمية ونمط التعلم الخاص بكل طالب نقدر ندينه اجابات الطالب مثلا على اسئلة أو على موضوع معين في المنهج فنقدر يفهم ان الطالب ده فاهم من العشر نقط اللي المفروض يفهمهم من الموضوع ده فاهم منهم تمانية وفي نقطتين ما تلخبط فيهم فنقدر نخليه اقترح مواد إثرائية تخليه يفهم تخلي الطالب ده بالذات يفهم النقطتين اللي هو متعثر فيهم بطريقة أحسن وبرضو بكرر المرة اللي مش عارف كام ان التعليمات أو البرومس أو الطريقة اللي أنا بكتب بيها التعليمات للنماذج الذكاء للصناعي التوليدي بتفرق جدا فيه ان أنا اوصل للمحتوى اللي أنا عايزه طيب عايزين نعمل تجربة عملية هنستخدم في حالتنا احنا هنستخدم Microsoft Copilot ده اللوجو بتاعه عشان نستخدم Microsoft Copilot نقدر نروح يأمى على الويب سايت اللي هو bing.com.chat او نفتح الـ Edge Browser على Windows Computer لو فتحنا الـ Edge Browser هنلاقي ان احنا عندنا طريقتين جوه الـ Edge Browser نقدر نستفيد منهم من الـ Copilot الطريقة الأولينية هي الزرار اللي على الشمال ده اللي موجود في البحث لو دست عليه هيفتحي الـ Copilot او لو الصفحة دي مش هي المفتوحة في الـ Edge في أي وقت من الأوقات اقدر فوق خالص على اليمين في عندنا الزرار الصغير بتاع الـ Copilot ده اي ان كان الموقع اللي أنا فتحه هيفتح لي على اليمين جزء للـ Copilot او كمان لو أنا عندي نسخة محدثة من Windows 11 هنلاقي تحت في الـ Taskbar بره بغض النظر بقى عن انا بستخد بأنه برنامج هنلاقي الـ Beta version او الـ Pre release بتاع الـ Windows اي ان كان الطريقة اللي هنستعملها نقدر نختار اي واحدة من الثلاث طرق دول او كمان ان احنا نروح على سلاش شات هنقدر نعمل الـ Demo اللي احنا هنعملها مع بعض الـ Demo اللي انا هنعملها محراراتكم الاول Demo هتبقى هنفترض كده بغض النظر يعني عن دقة المعلومة اللي انا كاتب هنا هنفترض كده ان فيه منهج ما من مثلا مناهج الدراسات الاجتماعية الطالب المفروض ان يكون عارف ان فيه خمس اسباب بتتميز موقع مصر الجغرافي والخمس اسباب يقول ان مصر بتقع على ساحل البحر المتوسط وعلى ساحل البحر الاحمر وان بيتمر خلالها قناة السويس وان موقعها متوسط بين قارات افريقيا واسيا واوروبا وان هي كانت ومازالت في مركز منطقة التجارة الاقليمية والعالمية هنفترض بقى نحن طلب سألنا الطلبة في سؤال مقالي اذكر اسباب تميز موقع مصر الجغرافي فهنحن هيجلنا اجابات مختلفة من طلبة مختلفين هنشوف بقى مع بعض ازاي الـ Co-Pilot او التكالي الصناعي التوليدي يقدر يقول لي الطالب غطى بغض نظر عن طريق كتابته وغطى قد ايه من الخمس نقط دول اللي موجودين عندنا تفضلوا نشوف الديمو مع بعض تعالوا نشوف مثال على استخدام الـ Co-Pilot في مثلا تصحيح الاسئلة المقالية اللي هي اذا ما انتفقنا حاجة ما كانتش سهلة خالص باستخدام الكمبيوتر قبل ما يظهر الذكاء الاصطناعي التوليب انا فتح اج براوزر دلوقتي هتخل بأي طريقة من الثلاثة اللي قلتهم في السلايد اللي فاتت وليكن مثلا انا دوس على هذا الزرار بيفتح لي الويندو بتاعة الـ Co-Pilot مهم ان احنا اولا نعرف ان احنا عندنا ثلاثة ستايلز او ثلاث طرق ممكن يشتغل بهم الـ Co-Pilot الطريقة الكرياتيف اللي لان باستخدمها لما اكون عايز اعمل حاجة فيها ابداع عايزه يكتب لي قصيدة يقلف لي قصة يعمل لي انشطة مبدعة فبروح ناحية المور كرياتيف والطريقة الـ Precise اللي هي بكون عايز حقائق لما يكون مثلا باستخرج حقائق من نص لما يكون زي المسال اللي حاملو دلوقتي عايز اشوف اذا كان الطالب احتوت اجابته على اجزاء معينة فانا لازم قبل ما استخدم الـ Co-Pilot احدد انا عايز ايه الطريقة الفى النص هي الـ Balanced اللي هي بتبقى بين البنين بين الـ Precise وبين الـ Create انا بس عشان اوفر على حضراتكم وقت انا عامل اه هعمل copy paste كده وحواري حضراتكم اه مثال الـ Prompt اللي انا او الاوامر التعليمات اللي انا هكتبها للـ Co-Pilot انا الوقت بقول له ايه العبارة دي اللي في النص هنا دي هي الاجابة بتاعت الطالب فانا افترض كده ان احنا جايين من ان احنا سألين الطلبة سؤال اه اذكر لماذا مميزات موقع مصر الجغرافية واحنا عايزين الطالب يجاوبنا الاجابة الكاملة سيكون مكتوب فيها حاجات بتعبر عن الخمس نقاط دول ان هي عندها ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر وفيها قناة السويس وان موقعها موقع متوسط بين قارات افريقيا واسيا واوروبا وان هي كانت مركز في مركز منطقة التجارة الاقليمية والعالمية عبر التاريخ هنفترض بقى ان الطلبة مجاوبين اسئلة اجابات مختلفة على السؤال ده وممكن طالب يكون مقتضب وممكن طالب يكون مصهب فانا هنا الـ Prompt اقول له فيها ايه اقول له في العبارة التالية وبعدين حددت له بداية العبارة ونهاية العبارة باستخدام التلاتة هاشتاكز دول دي طريقة كويسة ان انا اعرف الـ Prompt او اعرف ان انا عايز احتوي على حاجات معينة بين البداية والنهاية دي الجملة اللي انا باعتها له او العبارة هي تقع مصري في موقع متوسط بين قارات العالم القديم ان احنا قلنا قارات العالم القديم الطالب يعني كتب قارات العالم القديم ما قالش افريقيا واسيا اوروبا بس الـ CoPilot فاهم ان قارات العالم القديم هي اسيا وافريقيا واوروبا تعالوا كده نشوف احنا الطالبين منه ايه اقول لنا اذا كانت العبارة اللي فاتت دي تتضمن كل من المفاهيم التالية وكتبت له الخمس مفاهيم تعالوا كده لما نشغل الـ CoPilot هو دوقتي بيشغل الزكاء الاصطناعي لكي يجاوبني على السؤال ويجاوب قدامي العبارة لسحر البحر متوسط وكتب لي بعدها لأ العبارة لا تشير لسحر البحر متوسط وبرضو لا تشير لسحر البحر الاحمر ولا تشير لقناة سويس وهنا بقى موقع متوسط بين قارات افريقيا واسا اوروبا نعم تشير انها تقع بلنا موقع متميز في قارات العالم القديم اللي هو فيه من هيه افريقيا واسا اوروبا ولأ في السؤال او في النقطة الخمسة. ساعات بنبقى عايزين الاسهاب ده في الاجابة. وساعات ما بنبقاش عايزين كده. ساعات بنبقى عايزين نطلع لنا بس او لأ او نعم ولا. فانا اقدر اغير كمان في البرومت. وخدوا بالحضراتكم ان انا هغير تغيير طفيف في البرومت. هعمل هنا تاني مرة اهي. بصحراتكم هنا انا جيت هنا في السطر الاخير ضفت الجملة دي. كتبت لكل من هدي المفاهيم اذكر فقط الرقم مدبوعا بنعم او بلا. النقطة دي مهمة قوي لان انا كل اللي انا عايزه يحصل علي ان انا اجتهد في ان انا اوصله ليه عشان ينفذ اللي انا عايزه بالنص. فهو دلوقتي انا بعيد له نفس الاجابة بتاعت السؤال ونفس الخمس نقط بس نفطله في حتة بتاعت اذكر فقط الرقم مدبوعا بنعم او لا. تعالوا كده نشوف هيعمل ايه? عملي كده. رقم واحد لا. رقم اثنين لا. رقم ثلاثة لا. رقم اربعة نعم. رقم خمسة لا. نقدر نعمل زي ما احنا عايزين. نقدر نطلع له. طب طلع له الكلام ده في صورة جدوى. نقدر نقول له اديني سكور. لو كان مثلا النقطة النقطة دي ليها اوزان متساوية يبقى الطالب ده حيجيب واحد من خمسة يعني عشرين في المية او لو كان مثلا النقطة رقم بتاع قانسويس هي اهم نقطة فيهم فعليها وزن مختلف. نقدر نعمل كل ده براحتنا خالص بنحدده في البرومت اللي احنا بنكتبه. تعالوا نشوف كده اجابة تانية على نفس السؤال من طالب اخر. برضو انا بعمل كويو بيست لتوفير الوقت. الطالب ده كتب كلام اكتر شوية من الطالب اللي في. وقال انه هو ان تقع مصر في موقع المتميز بين اقارات العالم القديمي مجعلها في منطقة مميزة في مركز مسارات التجارة العالمية. واده ذلك لا ازدهار مصر اقتصاديا على مر هل عصور. تعالوا شوف كده perché الْذ Hehatity the one the,ق Corinthians and of the one the set ofителя هي عرف، يشوف كام من الخمسة نقطة الطالب عرف اي يجيب عليهم؟ ولا لا. هنلاقي فعلا احنا ما جبناش سيرة البحرين الاحمر والمتوسط وما جبناش سيرة في قاناة سويس لكن اتكلمنا على الموقع المتميز في القارات العالم القديم او افريقيا وقاسة اوروبا وتكلمنا كمان على ان هي كانت في موقع متوسط اه بين اه في مركز منطقة التجارة العالمية ارجو نحا لكم كونوا واخدين بالكم من النقطة دي من اللي احنا عملناها لغاية دلوقتي هو احنا بنقدر ايا كان طريقة الكتابة اتفقنا الطالب ده هو اتكتب مثلا ادى ذلك لازدهار مصر اا اقتصاديا على المر العصور هي فعليا جملة اضافية هو ما اضافش بيها حاجة ليها علاقة اللي انا بدور عليه فهو عرف يدور جوه النص والنص ده بالصدفة يعني هو سطر ونص لكن ممكن يكون كان كنتب اا قطعة عبارة عن خمس سطور ولا صفحتين ايا كان نقدر نحط الكمية ده هي اتمن البيانات ونقول له طلع لي بس منها لو سمحت الايه الحاجات اللي انا عايزها او قول لي هل النقط دي مستوفا فيها ولا ارغن وحرك يكونوا واخدين بالكم ده بيكبر ازاي الطريقة اللي احنا نقدر نستخدم فيها التطبيق فيه طريقة ثانية بقى او يعني استخدام اخر هو ان انا ادي له جزء من من المنهج واقول له يكون لي بنك اسئلة تعالوا نبص كده على البرومت اللي انا عمل لها كوبيو بيست البرومت دي الحقيقة انا جبتها من يعني التكست ده انا جبته من ويكيبيديا بيتكلم على انكسار الضوء باللغة العربية طبعا احنا احنا استفقنا ان احنا عندنا اللغات مختلفة نقدر يستخدم لغات كتيرة ف احنا انا بس الامثلة هنا باللغة العربية لغاية دلوقتي لكن نقدر نعمل منها اللي احنا عايزين او نستخدم لغات مختلفة النص هنا بيتكلم على انكسار الضوء وايه هو انكسار الضوء وشوى تبيانات كتيرة وبعين جاب المعادلة بتاعت بتاعة انكسار الضوء والعلاقة بين صرحة الضوء في الفراغ وصرحة الضوء في المادة عشان يحسب معامل الانكسار N وكتب لنا المعادلة بتاعته N بتساوي C مقصومة على V وبعد كده إدانا بعض التعريفات لبعض المفاهيم الأساسية المحتوى يعني هو انكسار الضوء أنا هنا بقى قلت له إيه ده النص اللي أنا جايبه من ويكي بيديا قلت له قبلها قلت له لو سمحت تكون لي عشرة أسئلة وإجابتها وإجابتها من في النص التالي كما يلي العشرة أسئلة دول عايز ثلاث أسئلة اخترار متعدد واربع أسئلة أكمل بكامل مناسبة وسؤالين صح وغلط ومسألة حسابية واحدة ووضح الإجابة الصحيحة بعد كل سؤال تعالوا نشوف كده ودينا له التكست خدوا بالحضراتكم ان ده ممكن يكون بقى منقول من كتاب الوزارة ممكن يكون منقول من مواد إثرائية أخرى خارجية نقدر ندي له بيانات زي ما احنا عايزين وبعدين هقول له لو سمحت نفس هينفذ التعليمات بمنتهى الدقة أول حاجة أسئلة اخترار متعدد أنا كنت قيله عايز ثلاث أسئلة اخترار متعدد هيتطلع لي أسئلة ما هو الانكسار وقايل لي بعض الاختيارات طغير اتجاه الشرعة الضوئي عندما يكتب السطح في أصل ما نستنشفين مختلفين بالكثافة وهكذا هو اختار هنا انه يعمل لي أربع إجابات ألفه بيهو جيمو دال والإجابة الصحيحة هنا هي ألف وبعدين جاب السؤال الثاني هيعمل له برضو أربع إجابات لو أنا بقى أعايز لا تلت إجابات بس أنا عايز خمس إجابات لو أنا عايز أحدد مستوى صعوب ومتدرج أنا أقدر كل ده أقوله فيه البرومت اللي أنا كتبتهاله أو في التعليماتي يعني اللي أنا كتبتهاله فوق خلص السؤال الثاني بيعمل السؤال التالب دلوقتي وبعدين دخل فيه أكمل بكلمة مناسبة واختار هو يشيل كلمة هنا مثلا كلمة اتجاه هي الصح جاب السؤال الصحيحة هي كلمة اتجاه وبعد كده معامل الانكسار وهكذا بيجيب الحاجات المختلفة من أنواع المختلفة من الأسئلة وبعد كده الصح والغلط أنا كنت أظن أقوله اللي عايز سؤالين صح وغلط لو أنا فاكر صح نبص كده على البرومت كنت أقوله فوق سؤالين صح أم خطأ فهنلاقي رقم 8 الإجابة الصحيحة صح ورقم 9 الإجابة الصحيحة الخطأ وبعد كده عمل لي مسألة حسابية يقولي فيها إذا كانت سرعة ضقف الفراغ تساوي 3 في 8 متر في السانية وسرعة ضقف المادة بتساوي الرقم الآخر ده فما هو معامل الانكسار ورح كتب لي بقى الإجابة الصحيحة أخذ بالها لكم من مدى برعته هنا هو عرف أنه في معادلة حسابية فيها اسمه السي على الفي وإداني مسألة فيها رقم سي ورقم في وطلب مني أن أنا أحسب الان وقال لي تحت ان الإجابة الصحيحة يعني ده مجرد مثال أو شوية أمثلة بتورينا إن إحنا نقدر نعمل بقى حاجات كتيرة جدا الحقيقة الموضوع يعتمد فقط على تخيلنا وعلى إبداعنا وعلى إحنا إزاي بنستخدم هذا المساعد الذاكي جدا الكفء جدا في إنه هو يساعدنا في استخدام الحاجات بتاعتنا بشكل كفء وطبعا عايزين نلاحظ برضو إن إحنا الكو بايلوت بيدينا أسئلة استدراكية أو أسئلة الاستكمال فهو الواحده فيها من إحنا نتكلم على انكسار الضوء فهو بيقول لي مثلا هل يمكن أن تعطي مثال على تطبيقات العملية للانكسار الضوء لو أنا عملت كده حيقدر كأني سألته السؤال ده كأني كتبته له وحيجيب لي هو تطبيقات عملية التطبيقات العملية دي هو بيجيبها من المعلومات اللي هو تعلمها الزكاة الاصطناعي أثناء تدريبه حيث فأنا بيحصل تدريب في الأول فهو بيقع عنده هذه المعلومات وحيستخرجها أو أنا قدر أقول له لا طلع لي بقى الأمثلة دي فقط من النص اللي أنا كنت مدهولك أو أدينه نص آخر وهكذا فمهم قوي إن إحنا قد بالنا إن التاني بكرر إن الحدود بتاعتنا هنا لا يحدها إلا طريقتنا في التفكير وطريقتنا في استخدام هذه الأداء الكفقة جدا في الإبداع وفي إنجاز العمل بشكل أكثر كفاءة وأكثر فعلي أنا بشكر حضرتكم جدا وأرجو إنكم تكونوا يعني استفدتوا من من السيشن دي أنا عارف فيه سيشنز تانية موجودة أنا ما أكلمتش هنا غير على توليد النصوص لكن فيه سيشن بتاعة الديزاينر أعتقد فيها توليد الصور الفكرة هو إن يعني الخلاصة بتاعة اليوم كله أعتقد هو إن الأدوات الموجودة هي أدوات الحقيقة سهلة جدا وتعتمد جدا على ابتكار وإبداع حضرتكم وإحنا يعني وسط المبدعين يعني فما فيش مكان أحسن من كده تعتمد على ابتكار وعلى إبداع حضرتكم إنكم تستخدموا هذه الأدوات في إنكم تعملوا الشغل اللي بتعملوه كل يوم بس بطريقة مبدعة بطريقة مخصصة لكل طالب على حدة حضرتكم حتى شخصيا حتى تستمتعوا جدا باستخدام الحاجات دي بيكونكم مبدعين يعني فهي أداء يعني أعتقد ما ينفعش من نستعملهاش النهاردة بعد سنة ونص من وجودها في الدنيا وبعد ما غيرت مفاهيم كتيرة وطرق كتيرة في إدارة الأعمال أعتقد واجب استخدامها ووجب إن إحنا نستفيد منها عشان نحسن ونطور من أداءنا ومن أداء الطلبة بتوعنا مش العكس شكرا جدا لحضرتكم ويعني أتشرف دايما في وجود مع حضرتكم وإن شاء الله نلتقي في مرات قادمة ألف شكر